قال الأمير العام لحلف شمال الأطلسي ينس تولتنبرغ أن من حق أعضاء النيتو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن حقها في الدفاع عن النفس نافياً أن يكون أعضاء الحلف أطراف في حربها مع روسيا التي بدأت بالتصعيد مؤخراً وفق تعبيره لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس ولدينا الحق في مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على حق الدفاع عن النفس هذا لا يجعل حلفاء النيتو طرفاً في الصراع كان هذا هو الحال في فبراير 2022 كان هذا الحال العام الماضي ولا يزال هذا هو الحال روسيا قامت بالتصعيد من خلال غزو دولة أخرى وفتحت جبهة جديدة حيث تضرب أوكرانيا من داخل روسيا وعلى افتراض أنه لا ينبغي لأوكرانيا أن ترد فهذا أمر غير معقول بأي حال من الأحوال لأنه يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن أراضيها وكذلك ضرب المدفعية والصواريخ التي يتم إطلاقها ضدها